يسعد وقت الجميع وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وبهذا الفيديو اليوم راح نشوف كيف ننعبي استمارة الهاجي الهاجي متل ما شايفين هون تفاستشتلون دس أمفنكس دي هلفس بدفتشكيت بي فوليغن اينا هاوسهالسجمينشافت يعني متل ما مكتوب هون يعني لتحديد مدى الحاجي للمساعدة في وجود الأسرة تمام؟ هلا منشوف كيف ننعبي هاي الاستمارة أول شي عنا هون بيزونيش داتن دي انتراكشتلغن او ديس انتراكشتلغن يعني المعلومات الشخصية لمقدمة الطلب او لمقدم الطلب يعني اللي عم يعبي هاد الطلب لألو فبيكتب هون انغيدي ازا كانت بنت فغاو ازا كان شاب هيا فونام الاسم الاول فاميليا النام النسبي كيبوتستاتم اللي هوي تاريخ الميلاد هون نوما دير بدافسجمينشافت دايمن هاي بتلاقوها على البوست او البريف اللي بيجيكون لالآبايتسامت او من الجوب سنتر بيكون مكتوب تحت عنوان او بعد الحرفين بيكي وبعدين نوما الاحتياجات او بي مجتمع الاحتياجات مت المشافين هون كاتبين من الجوب سنتزيبون بيشخدين أو Οجزوبي زم بشكل سنتظر بيشخدين جباتياجات او من الجaller خ unit Bugün بيشخدين الانكول مجمع الاخ Bulgaria و incredible database على سبيل المثال ألتن الوالدين الجد الشتيف ألتن يعني إذا كان واحد عنده خالي مرت أب أو عنده مثلا أمه متزوجي شخص ولكن الشخص هذا مو أبو الأخوات 25 ياغن اللي عمرن فوق 25 سنة أمام الأخوات وهون عنا التانتن اللي هني العمات في حياتي يجب أن تكون هذه الأخوات في جميع أو في جميع أو في شويقات يعني إذا كان عندكم أنتو حدا من هدول الأشخاص عايش عنكم بالبداع بالهاوزهالت كمانشافت بالمجتمع اللي بحاجي للإحتياجات لازم تعبوا لكل شخص من هدول الأشخاص استمارها مثل هاي تمام؟ ولكن إذا أنتو مسلا قاعدين مع أبوكن ممكن فبيكفي إنو تعبوا مسلا استمارتين لهدول الأشخاص تمام؟ هلا هون ننتقل للفقرة الثالثة هلا هون أنقاب ننتقل للصفات أو لكل شخص وإذا لدينا هون Johannes أو تسو در شو команд يعني سلط القرابة أهو يعني المعلومات لصلط القرابة أهو يعني للأخوات أو للأخوات أو صلط القرابة العائلية هل أهم قد بيلكون إذا كان لدينا أحد هؤلاء الأشخاص في المتحدة الأشخاص في المتحدة الأشخاص أو الأشخاص الأشخاص يوجد هذه الأشخاص إذا كان هناك علاقة أخوة أو علاقة عن طريق الزواج هناك الكثير من الأشخاص في المجتمع الأحتياجات اللي نحن عايشين فيه فيمكن أنه نحدد هون نحن أحد هؤلاء الأشخاص يعني ما في داع نذكرون كلهم ونعب لكل واحد استمارة وإنما بس منعب هون اسم شخص منه هون فونامة تمام النسبي وعننا هون يعني إذا كان حدا هون من أرايبيننا ابن عمنا مثلا أو خالتنا أول آخرية فمنحط هون في فانس شافتس فيهلتنس ولكن إذا كان هذا الشخص مثلا جوز عمتي أو مرت عمي أو مرت خالي فأبحط هون شبيغة شافت هلا هون عنا الفقرة الرابعة هي اللايستونج اللي هني مثلا الإحتياجات أو المساهمات عنا هون دي أنت أبشنيد سفاي قنانت بيازون تسالت كأنا لايستونج عن دي بدافس كمانشافت يعني الشخص اللي نحنا حددنا هون بالفقرة الرقم 2 تمام؟ سواء ألتن أو الجد أو الجدة أو هون مرت الأب أو مثلا الأخوات اللي عمرن فول 25 سنة أو العمام أو العمات إذا هون ما بيدفعوا تكاليف للحاجة الجماعية تمام؟ منعلم هذا الخيار تمام؟ يعني الأشخاص اللي ذاكرينه نحنا فوق ما بيدفعوا تكاليف للحاجة الجماعية أو يعني للبيت بالأحرى تكاليف للبيت ما بيدفعوا هلا إذا ما كانوا بيدفعوا بننتقل فورا للفقرة رقم 5 متل مو شايفين هون زوفين دي بيازون كاني لايستونجن عن دي بدافس كمانشافت هلا إذا كان هذا الشخص ما بيدفعوا أي تكاليف فمننتقل لالفقرة رقم 5 طبعا إذا كانوا هدو الأشخاص بيدفعوا فلازم نحنا نعبب المعلومات هون هلا إذا كانوا هدو الأشخاص بيدفعوا فلازم نحنا نعبب المعلومات هون هلا مننتقل لالفقرة خمسي Angaben zu den Kosten der Unterkunft يعني المعلومات لتكاليف السكن المعلومات هون المعلومات يعني نفترض مسلا انه العم اللي ذكرنا نحنا بالفقرة اتنين هو ما نمالك للشقة اللي نحنا عاديين فيها او ما هو المؤجر الاساسي للشقة فهون نحنا منعلم هذا الخيار تمام? طبعا هون فينا نحدد مسلا خيارات اخرى مثل مسلا يعني ام الاسرة تعيش او الشخص هذا يعيش مجانا تمام? وهون فينا نقول زي بتاريكت سيح ان فلقندا هو ان دن كسن در انتكونفت يعني ام يساهم في تكاليف السكن بالمبالغ التالي ومنحط هون المبالغ تمام? ولكن اذا ما كان هو ام ما كان مالك للفونن او ما كان مؤجر فنحنا منعلم هذا الخيار او منعلم احد الخيارات هاي. طيب. هلأ مننتقل الفقرة اللي بعدة دي انت ابشنيتز واي جنان تبيازون است ايجنتيمة او ايجنتيمة او ايجنتيمة او ميتا غين او ميتا دي كمينزا من فونن يعني هون هلأ اذا كان الشخص او العم مالك للشقة تمام? هون اذا كان هو ما نمالك للشقة او ما نمؤجر للشقة فمنعلم هذا الخيار طبعا هون دي بدافسكمانشافت وونت انتقلتليش يعني الاسرة او الحالة الجماعية تعيش مجانا بالمجان. هون دي بدافسكمانشافت بتاليكت او لدخول التاليكتو التاليه الاسرة او حالة الجماعية دي بحاجي لعاة الاسرة اكتماعي تساهم بالمابالغة تالي بيتكاليف اذا كان من حطون التكاليف tabان الله من حط مناتعية حطة جميع تاليكتو يعني إذا كانت معروفة فمنحط هون المبلغ الشارع لإجمال المبلغ المستحق لكامل العقار. تمام؟ هل هون آخر شيء منحط إيش بشتاتيق أن تأخذ أن تصوير الأنقاب. أنا أكد بأن المعلومات التي أدخلت صحيحة. منحط هون التاريخ المكان والتاريخ. وبعدين هون منحط يعني توقيع صاحبة أو مقدمة الطلب أو توقيع صاحب أو مقدم الطلب يعني لما الواحد بيكون تحت سنة 18 فهون لازم يوقع ولي الأمر أو ولية الأمر إذن هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم شكرا كتير على كرم المتابعة لا تنسوا دعمها القناة ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع أزقائكم كان معكم شهر رسلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة